ونحن ندعي ذلك أننا نحب أهل البيت و أهل البيت يحبوننا تعال نشوف الواقع الواقع أهل البيت تعالوا يمنون إلى من علي بن أبي طالب من تزوج أبنات علي أطني شيعي تزوج من بنات علي بنت علي عند معاوية ابن الحكم أخو مروان ابن الحكم بنت علي رملة خديجة بن تعالي بن أبي طالب عند عبد الرحمن بن عامر بن كريس من بني عبد الشمس ولد عم معاوية أم كلثوم بن تعالي بن أبي طالب عند عمر بن الخطاب الحسن بن علي تزوج بنت طلحة بن عبيد الله طيب وبنات الحسن اثنتان عند أولاد الصحابة وضي الله عنهم بنات الحسين سكينة وفاطمة عند أولاد عثمان عبد الله بن عمر بن عثمان وزيد بن عمر بن عثمان أولاد الحسين بنات الحسين طيب بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عند يزيد بن معاوية يزيد بن معاوية زوجته بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب طيب عبد الملك بن مروان زوجته بنت عبد الله بن جعفر أيضا الوليد بن عبد الملك زوجته اثنتان من البيت بنات الحسن إن حفيدة الحسن بن علي عند الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي زوجونا بناتهم زوجونا بناتهم زوجونا بناتنا بنات أهل السنة هذا يدلعلم هذا أنهم من أهل السنة جعفر جعفر أمه منهي جعفر أمه حفيدة أيبكر الصديق زوجونا جعفر ليش ما يزوج زرارة مهذا تلميذ الخاص خلي زوجه بنته عطني واحد من هؤلاء تزوج بوحدة من بنات جعفر أو من بنات علي بن حسين أو من بنات محمد الباقر أو من بنات موسى الكاظم أو من بنات علي الرضا كلهم عند أهل السنة بناتهم ليش وهم من متزوجين من أهل السنة ما يتزوجون من الشيعة ليش دليل براءتهم من هؤلاء عطني هؤلاء لأمة سموا بناتهم وأولادهم على من على عمر على عائشة على أبي بكر على أثمان هذا أولاد علي وبنات علي والحسن والحسين وعلي بن حسين والباقر والصادق كلهم بناتهم وأولادهم على أسماء الصحابة رضي الله إذن من من يحبون وحياتهم مع الصحابة عبن الطالر راح الكوفة أربع سنوات قام يسبهم ويلعنهم يلعن أهل الكوفة على النبي طالب ويقول اللهم أبدلني خيرا منهم أبدلهم شرا مني الحسين قتلوه عندما اتصل الأخ وقال السطام السطام قال يعني علي أنا لا أوافق على هذا لا أظن في رواية أن الله يستشير علي لكن عندهم رواية أنه ما يموت الإمام إلا بعلمه الحسين كان يعلم أنه سيموت في هذه رضي الله عنه وارضاه لكن هم قتلوا الحسين هم قتلوا الحسين وذلك يعظمون الأرض التي قتل عليها الحسين كما يعظم النصارى الصليب الذي يدعونه صليب عليه عيسى الصلاة والسلام فالقصد من هذا أن الأئمة منهم براء فعندما نرجع للحديث تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا إن صح كتاب الله وعترتي نحن أهل العترة نحن أتبع العترة وليس هم هم العترة منهم براء براء والله كبراءة عيسى من النصارى وكبراءة الذب من دم يوسف والعترة بريئة منهم العترة هم أتبع أهل السنة ويحبهم أهل السنة وتزوجوا من أهل السنة وزوجوا أهل السنة وعاشوا بين أظهر أهل السنة وهم منهم براءة إذن هو تحدي هذه الحلقة ألا ما تحب فماذا نصيغه شيخي الكريم بأنهم لا يقرؤون السيرة أو ليس لهم سيرة أصلا أبدو إيتونا بواحد من تلاميذ الباقر أو الصارق من الشيعة أو علي بن حسين أو الحسين أو حسن أو علي بن طالب زوجه شيعيا واحد شوف علي عنده تسعتاش بنت أو عشرين بنت عن نبي طالب له عشرون بنتا زين وتسعة عشر ذكرا عطونا وحدة تزوجها شيعيا من يعظمونهم بشي يعرفون أو الحسن أو الحسين أو علي بن الحسين أو الباقر يكفي أو الصادق أو الكاظم أو الرضا واحد بس تزوج شيعيا حتى تعرف براءتهم منهم ولا تزوجوا منهم يعني ما في جاء جعفر يكرم الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل للخلفاء الأربعة زوجهم جاء لي عيبكر تزوج بنته نعم وجاء لي عمر تزوج بنته وجاء لي عثمان زوجه بنته وجاء لي عيز وجهه بنته وقال هذا أحبهم بنتي لي عثمان نعم قال هؤلاء أحبهم زوجتهم وتزوجتهم منهم منهم طيب هؤلاء الشيعي يقول نحن نحبه على البيت طيب أرون زوجوكم أو تزوجوا منكم أثبتوا ذلك أثبتوا ذلك جاء فر الصادق هل تزوج بنت جاب بن يزيد الجعفي هل تزوج بنت زرارة أم زرارة خالة زرارة عمت زرارة ابن أعين ابن سنسن النصراني هل تزوج بنت بريد ابن معاوية هل تزوج موسى الكاظم لبنت محمد بن مسلم الطائفي يعني ما هي العلاقة التي كانت بينهم ما عدا ادعائهم الحقهم هم أتباع أهل البيت هم كلا دعاوى فارغة دعاوى فارغة وأهل البيت يعلنونها صراحة يقول نحن براء منكم وأنتم بريئون منا لا نزوجكم ولا نتزوج منكم بل نزوج أهل السنة ونتزوج من أهل السنة لأننا من أهل السنة الله أكبر هكذا هي نعم إذن هو تحدي هذه الليلة في كلمات مختصرات ايتونا بشيعي تزوج من أهل البيت أو من هم من أهل البيت زوج شيعيا واحد فقط واحد فقط كما تحدينا قبل ليلتين أن يأتي معمم حافظنا القرآن أو بالليلة البارحة تحدينا أن يأتي حديثا بسند متصل للرسول صلى الله عليه وسلم هذه الليلة نقول أنهم يقولون أننا نحب آل البيت وأننا وأننا نقول